موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء طلبة الصف الثالث المتوسط قدنا معكم مسلسلة دروس مادة الرياضيات وتحديدا الفصل الثالث وحل المعادلات بمتغير واحد تكلمنا في الأجزاء السابقة عن حل المعادلات بطريقة الفرق بين مربعين وبطريقة تربيع الطرفين واليوم نستكمل موضوعنا لمحاضرتنا أو لدرسنا لهذا اليوم بأسئلة تدرب وحل التمرينات طلبتنا الأعزاء بالنسبة لدرسنا لهذا اليوم وهو تدرب باستعمال أو عفوا السؤال الثاني سؤالنا الثاني وهو حل المعادلات التالية باستعمال الفرق بين مربعين فهنا بالحالة طلبنا باستعمال الفرق بين مربعين 9x تربيع ناقصا 36 هنا بالحالة طلبنا سنذهب علما مباشرة لتحليله إلى فرق بين مربعين باعتبار 9x تربيع جاية من 3x في 3x وال36 في 6 فهنا بالحالة الحللناها إلى فرق بين مربعين بعد ذلك يمكن استخدام خاصية الضرب الصفري فـ 6 3x زائدين 6 يساوي 0 إضافة نظير جمع للموجة ب6 إذن 3x يساوي سالب 6 إذن x يساوي سالب 2 أو 3x ناقصا 6 يساوي 0 إذن 3x يساوي موجة ب6 وx يساوي موجة ب2 ومجموعة الحل راح تكون سالب 2 موجة ب2 زل نروح وين لسؤال آخر وهو 9x تربيع ناقصا 1 ناقص 7 الكل يساوي 0 شلون أنا أحلم هنا الفرق بين مربعين طلابنا باستعمال فرق بين مربعين هذا القوس ما ننسى أنه جاي 3x تربيع ناقصا 1 راح نوزع التسعة على القوس شل راح يصبح عندي راح يصبح عندي 9x تربيع ناقصا 9 ناقصا 7 إجراء عملية حسابية ورياضية فسالب 9 ناقصا 7 راح يكون الجواب هو سالب 16 إذن أصبح 9x تربيع ناقصا 16 يساوي 0 هس هنا يمكن تحليله إلى فرق بين مربعين باعتبار 9x تربيع 3x في 3x إذن أصبح عندي 3x زائدا 4 3x ناقصا 4 استخدام خاصية الضرب الصفري أما 3x زائدا 4 يساوي 0 إذن هذا يؤدي على أنه 3x يساوي سالب 4 إذن x يساوي سالب 4 على 3 وهذا بالتأكيد من قسمة طرفي المعادلة على 3 أو 3x ناقصا 4 يساوي 0 إذن هذا يؤدي 3x يساوي 4 قسمة طرفي المعادلة على 3 إذن هذا يؤدي x يساوي 4 على 3 إذن مجموعة الحل طلابنا وهي اللي راح تكون أما سالب 4 على 3 أو موجب 4 على 3 نروح لسؤال آخر وهو y تربيع ناقصا 1 على 36 ما ننسى 1 على 36 هو جاي من 1 على 6 1 على 6 إذن نحلل إلى فرق بين مربعين ليصبح لدينا y زائد 6 y ناقص 6 استخدام خاصية الضرب الصفري مرة أما y زائد 1 على 6 يساوي 0 إذن هذا يؤدي على أنه y يساوي سالب 1 على 6 زين أو y ناقص 1 على 6 يساوي 0 إذن هذا يؤدي y يساوي 1 على 6 إذن مجموعة الحل طلابنا وهي أما يعني باحتمالين 1 على 6 وسالب 1 على 6 وها هي كانت مجموعة الحل المعادلة y تربيع ناقص 1 على 36 يساوي 0 سؤالنا اليوم وهو السؤال الثالث من أسئلة تدرب وحل التمرينات حل المعادلات التالية باستعمال قاعدة الجذر التربيعي حل المعادلات التالية باستعمال قاعدة الجذر التربيعي x تربيع يساوي 121 فبما أنه باستعمال قاعدة الجذر التربيعي طلابنا إذن هنانا رح نأخذ الجذر التربيعي للطرفين هنا لازم أنه تكون أنت عندك اطلاع ومعرفة بالجذور التربيعية لبعض الأعداد مثلا شنو الجذر التربيعي للعدد 144 عافية عليك نعم الجذر التربيعي لل 144 هو العدد 12 وكذلك الجذر التربيعي لل 81 9 الجذر التربيعي لل 49 فهنا من أجذر الجذر التربيعي للطرفين ركزت وياي طلابنا على أنه رح يصير عندي x هنا يساوي سالب موجب الجذر التربيعي لل 121 هو يساوي جيد يساوي 12 إذن رح يكون الناتج بالجذر التربيعي x يساوي سالب موجب دعش ومجموعة الحل وأما x يساوي 11 أو x يساوي سالب دعش ومجموعة الحل هي موجب دعش سالب دعش وينتهي سؤالنا بشكل كامل سؤال آخر أو نقطة ثانية 50 ناقص 2 ويتربيع يساوي صفر أنا ما أنسى يقل لي حل المعادلات الآتية أو التالية باستعمال قاعدة الجذر التربيعي إذن شوان أنا أجدون لازم أبقل ويتربيع الطرف وكل الأرقام بالطرف الآخر إذن أولا أذهب بإضافة نظير جمعي للعدد 50 وش راح يصير عندي هنا نزلنا السؤال كما هو أضيف إضافة نظير جمعي أصبح عندي سالب 2 ويتربيع يساوي سالب 50 أقسم طرفي المعادلة على سالب 2 إذن أصبح عندي على سالب 2 أصبح عندي ويتربيع يساوي موجب 25 إذن ويتربيع يساوي 25 هسا أستطيع أخذ بالجذر التربيعي للطرفين الجذر التربيعي للطرفين لا جذر تربيعي لا جذر تربيعي والجذر التربيعي للطرفين إذن ويساوي سالب موجب جذره 25 هو 5 إذن راح يكون ويساوي سالب موجب سالب موجب خمسة وهنا بهالحالة راح تكون عندي مجموعة الحال طلابنا وهي سالب خمسة موجب خمسة سؤال آخر وهو اكس تربيع يساوي واحد على اربعة وستين طلاب عندي بالسؤال حل المعادلات التالية باستعمال قاعدة الجذر التربيعي لو أباوأ السؤال وهذه المعادلة معادلة جاهزة للجذر التربيعي وهي اكس تربيع يساوي واحد على اربعة وستين وبأخذ الجذر التربيع للطلابين طلابنا هنا التربيع مع الجذر هنا من أخذ الجذر من خصائص الجذر جذر واحد على اربعة وستين أي بمعنى جذر الواحد على جذر اربعة وستين جذر الواحد واحد جذر الاربعة وستين اللي كان عندي قيمته قيمته ثمانية لكن ما أنسرح يأخذ اشارتين سالب موجب وهنا بالحالة إذن بأخذ الجذر التربيعي إذن X يساوي سالب موجب 1 على شقيد 1 على 8 وهنا راح تكون عندك مجموعة الحل طلابنا وهي أما X يساوي 1 على 8 أو X يساوي سالب 1 على 8 زيان مجموعة الحل أخذ كل قيم X واللي راح تقول لي مجموعة الحل وهي S يساوي 1 على 8 وسالب 1 على شقيد سالب 1 على 8 هذا بالنسبة لمن النقطة الثالثة طلابنا النقطة الثالثة أما بالنسبة للنقطة الرابعة وشلون راح نتعامل بالنسبة للنقطة الرابعة ويقول لي بالسؤال حل المعادلات الآتية باستعمال قاعدة الجذر التربيعي شونا تعاملوا إياها؟ هنا طلابنا أنا هنا بهالحالة راح أوزع السبعة بشكل كامل واللي راح يصير عندي سبعة X تربيع ناقصا 14 أي وزعت السبعة على القوس طلابنا فهنا يساوي جيد يساوي 50 أحول السالب 14 للطرف الآخر إذن سبعة X تربيع يساوي 50 زائد 14 إذن 2 X أو عفوا سبعة X تربيع يساوي 64 أقسم الطرفين على جذر على سبعة إذن هنا بالحالة راح يصبح عندي X تربيع يساوي 64 على سبعة هسا مثل ما نوهنا قبل اللحظات راح أوزع السبعة على القوس إذن أصبح عندي سبعة X تربيع ناقص جيد ناقص 14 يساوي 50 إضافة نظير جمعي للعدد سالب 14 إذن 7 X تربيع يساوي 50 زائد 14 50 زائد 14 64 مثل ما نوهنا سابقا إذن 7 X تربيع يساوي 64 أقسم الطرفين على سبعة إذن راح تقولي استاذ الجواب وهو X تربيع يساوي 64 على جيد على سبعة لهنا أنا أخذ الجذر التربيعي للطرفين بالجذر التربيع للطرفين طلابنا من أخذ هنا جذر التربيع مع الجذر يروح أما هنا من أخذ جذر مثل ما نوهنا راح يصبح جذر 64 مقسوما على جذر سبعة جذر 64 هو ثمانية وعلى جذر سبعة إذن سالب موجة بثمانية على جذر سبعة بعدها والرائحين لحنروح إلى أما X يساوي ثمانية على جذر سبعة أو X يساوي ثمانية على جذر سبعة لكن بالسالب واللي راح تكون عندي مجموعة الحل وهي أما ثمانية على جذر سبعة أو سالب ثمانية على جذر سبعة هذا ما يتحلق بالنسبة طلابنا بالنسبة لهذا السؤال دروسنا القادمة اللي راح تكون أو عفواً سؤال الرابع وهو حل المعادلات التالية هنا حل المعادلات التالية هنا الطرفين أقسم على إجقد أقسم على ستة أقسم على إجقد أقسم على ستة فرح يصير عندي هنا بالحالة جذر X يساوي خمسة بتربيع الطرفين طلابنا إذن بمعنى بتربيع الطرفين إذن راح تقول لي X يساوي خمسة وعشرين ومجموعة الحل هي أيضا راح تكون قيمة X يساوي خمسة وعشرين هنا جذر أربعة Z يساوي ثمانية هنا تربيع الطرفين مباشرة أربعة Z يساوي أربعة وستين أقسم على أربعة إذن Z يساوي 16 هذا ما يتعلق بالنسبة للسؤال عفوا السؤال الرابع دروسنا القادمة ودرسنا القادم الذي سوف يتضمن حل مسائل حياتية بشكل كامل عن الموضوع طلابنا اللي نحن نشرح المنهج بشكل كامل وبشكل مفصل بإذنه تعالى نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع طلبة العراق بشكل كامل ملتقانا معكم إن شاء الله إلى دروس قادمة إلى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته